بالتأكيد فيه زي ما بيقولوا كده رشدتة لكل أب أو أم مع كل طفل بيخش الحضانة أو بيخش المدرسة في سنواته الأولى الصح إيه وإيه الغنط اللي بنعمله طيب خلينا نبدل كلمة الدعم النفسي بالتأهيل علشان الدعم دي يعني حد عنده مشكلة لكن التأهيل علشان ما أعش في المشكلة أصلا يعني خلينا نقول إزاي نأهل ولادنا نفسيا للمدرسة وخصوصا اللي داخلين كاجي مرحلة الرياضة الأطفال أو أول سنة دراسية في حياته طيب هي رشدتة بتتعلق لها ثلاث بنود ملهاش رابع هي بندين منهم عندنا في البيت وبندي خص المدرسة علشان كده إحنا لما بننطقي المدرسة بننطقي مجتمع تربوي مش تعاليمي لأولادنا بننطقي مجتمع بيهتم بالتربية بيهتم بالاحتواء أكتر من المستوى الأكاديمي أو الدراسي لأن ده ما الحق عليه يعني جاي جاي لكن في سنوات الأولى الاحتواء النفسي هو أهم حاجة لكن لو كلمنا على الخطوات اللي عندنا في البيت المدرسة عقبارة عن انفصال عن الأسرة والتزام بس فلو أنا دربت أولادي على النقطتين دول هستقبل عام دراسي جديد سعيد وهادي شاء الله طيب التزام أفهمها ولكن انفصال على الأسرة إزاي في السنة الصغيرة رزيلا؟ الانفصال عن الأسرة أقول لك إحنا بنبدأ ندرب أطفالنا للسنة الأولى الدراسية من هم عندهم ثلاث شهور لما بنلا معهم بخ احنا بنختفي من قدامهم للحظات وبعدين بنرجع تاني ده بداية تدريب على أن احنا ممكن ننفصل عنك لمدة دقايق أو ثواني وبعدين لما نكبر شوية نبدأ نلعب لعبة تانية اللي هي الاستغمية أن احنا نستخبى وهم يدوروا علينا فيلقونا فده بيدي مفهوم عند الطفل أن احنا ممكن ننفصل عنهم لدقايق أو لثواني ونرجع تاني كل ما بنكبر كل المفهوم ده ما يكبر أكتر لدرجة أن احنا علشان ما نوصل لسنة أولى دراسة نبقى عندنا في الساب كونشس كده كأطفال في دماغنا راسخ مفهوم أني ممكن أنا أنفصل عن ماما أو عن الأسرة لوقت معين وبعدين أرجع بمنتهى الأمان والأمن ألتقي بيهم تاني ما يبقاش صراع نفسي فالبيت المفروض يأهل الأولاد أو يأهل أطفال للانفصال عنه ودايما بنقول أن مهمتنا في حياة أولادنا تأهلهم للانفصال عننا يعني إزاي حيتصرفوا في غير وجودنا إزاي حيواجهوا مواقف في غير وجودنا إزاي حندربهم على مواجهة تنمر أو اعتداء أو حد خد حكتي أو إني عايز أطلب حاجة أو إني عايز أرفض حاجة إزاي حعمل ده كله في غير وجودي فهلقي نفسي منه طفلي عنده سنتين لما يجي تكلمني في ودني قدام الناس ببعده عني وقوله علي صوتك هلقي نفسي لما طفلي بقى عنده عنده ثلاث سنين لسه أبن المدرسة لما يجي يشتكيلي في تجمع عائلي أو جادرينج مع جراني أو كده من تنمر أطفال عليها حوجهه إزاي يحل مشكلته بنفسه لإني حتى كأم في دماغي من البداية إني بأهله للانفصال عني فييجي أول سنة دراسية هدية وسموز ونعمة